أقيمت صباح اليوم بشاطئ القرن منافسات بطولة عمان لترايثلون الثلاثي الحديث للرجال والنساء كما أقيمت في الفترة المسائية بطولة درايثلون عمان للنساء وشهدت البطولة مشاركة جيدة من الجنسين حيث شارك في بطولة عمان لترايثلون الثلاثي الحديث 62 مشاركا من فئتي الرجال والنساء تنافسوا في ثلاث مسابقات وهي السباحة لمسافة 750 مترا وقيادة الدراجات لمسافة 20 كيلو متر والجري لمسافة 5 كيلو مترات حيث توجت البريطانية آنا بروكمان بالمركز الأول في بطولة عمان لترايثلون للنساء ونال الإماراتي فارس الزعابي المركز الأول في فئة الرجال أما في منافسات بطولة درايثلون عمان للنساء فتوجت البلجيكية كارولين بالمركز الأول